سيبوني سيبوني حرام عليكم سيبوني سيبوني لا مش هنسيبك يا ترزان احنا لازم ناكلك ونخلص عليك علشان ما تجيش الغبة دي تاني يلا تخرج برا الغبة دلوقتي وما ترجعشي هو انا عملت لكم حاجة انا في حالي وسائبكم في حالكم طيب سيبوني عيش وسطيكم وما ليش دعوة بيكم لا طبعا انت هتخلص عليك دلوقتي انحقوني 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 ايه دا دا سوال ترزان بيقول انحقوني يا ترى ايه اللي بيحصله اما راح اشوف ايه اللي بيحصل انت يا نامري اسود انت وهو ابعدوا عن ترزان صاحبي ايه يا نامري ما تسيبه لنا ناكله ولا انت عايز تاخده وتاكله الواحدة اكله ازاي دا ترزان صاحبي انا دلوقتي اعلمكم الادب يا نمور يا سودا انا متشكر جدا يا نامور انت انقصتني منهم الوحشين دولي كانوا عايزين يكلوني او يطردوني برا الغابة ولا يهمك يا ترزان انت صاحبي ولازم ادافع عنك متشكر جدا يا نامور انا هروح بعد الوقتي بيتي بابا يا بابا ممكن يا بابا اروح العب معه ترزان صاحبي ايوه يا حبيبي روح العب معي بس ما تتأخرش تعالى قبل ما الدنيا تضنم ماشي يا بابا شكرا يا بابا ايه دا ايه دا ايه دا اللي انا شايفه دا شايفين دا نمور الصغير فرصتنا وجات لحد عندنا يالله ناكله يا زعيم ايه دا ايه دا ايه دا انتوا عايزين مني ايه سيبوني في حالي انا نمرض وغير ومش هركب فيكم وبابا لو عارف اللي هتعملوا فيا مش هايزبكوا في حالكم تعالى يا حالو دا بوكذا اللي مغلبنا ودايما بيدرابنا وبيترادنا ها 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 يالله ناكله بقى يا زعيم لا يا غابي مش هناكله احنا هناخده ونحطه في بيت ترازان علشان كده نخلص من ترازان ونمور ابوه يفكر ان ترازان هو اللي موته الله عليك وعلى افكارك يا زعيم ازايك يا نمور انت قاعد هنا يا اخويا ولا على بالك خبر في ايه يا نمر يا اسود عايز ايه وايه اللي حصل في ايه ترازان صاحبك يا حبيبي موت ابنك ايه دا انت بتقول ايه ابني ابني حبيبي انت ازاي الكلام دا تقوله على ترازان ترازان عمره ما يعمل كده انت برضو مش مصدقني يا حبيبي تعيب روح بيت ترازان وانت هتشوف بنفسك ابنك هناك ميت يا خبر يا خبر يا خبر ابني حبيبي وقادينا خلصنا من ترازان وابني نمور وعبالك انت كمان يا نمور ابني حبيبي اه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ليه كده يا ترازان ليه كده ليه كده تعمل في ابني انا كده انت كنت صحبي وحبيبي واخوي اخوي وكنت دايما بدافع عنك في الغابة دا جزاتي ان انا بدافع عنك تقتل ابني مش هسيب حقك يا ابني انا لازم انتأمنك يا ترازان انا لازم انتقيم منك ترازا ترازا أيوة يا نمول يا صاحبي في ايه مالك صاحبك ايه انت مخلتش فيها صاحبي ولا صاحبك ولا زف انت موت ابني اله 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 اللي انت بتقوله ده انا موت ابنك ليه يا نمول ده انا بحبك انت وابنك بس ما تجدبش علي انا لقيت ابني ميت في بيتك انت اللي مودته ايه الكلام ده تعالها بس نتفاهم تعالها نتفاهم انا معرفش حاجة عن اللي بتقوله انت طلعت صاحب خاين يا ترزان انت لازم تطلع برا الغابة انا لو رجعت ليدك تاني في الغابة انا همودك افهمني بس يا نامور افهمني اللي بيحصل ده يا ربي انا مش فاهم حاجة انا لازم اعرف الحقيقة في قصة ترزان دي عن طريق البلورة السحرية دي عبرك دبرا ايه ده اللي انا شايفه ده النمور السودة هي اللي عملت كده انا لازم اروح ابلغ نمور صورا يا نمور يا نمور طرزان بريق ما عملش حاجة ايه اللي انت بتقوله ده يا ساحر يا طيب انت جاي تدافع عنه وخلاص صدقني ترزان بريق النمور السودة هي اللي موتت ابنك انا صدقك ازاي دلوقتي وانا لقيت ابني ميت ومحتوط جوه بيت ترزان طيب علشان تصدق انا احولك لنمرأسود تروح تبافوستيهم وتسمعهم بودانك وهم بيحكوا عن الموضوع ده شفت اللي حصل يا ساحبي ها 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 ادي دموري تخنق مع ترزان وكمان هيطرده قدينا خلصنا منه وخلنا يصدق ان هو اللي موت ابنه يا ساحر يا طيب يا ساحر يا طيب انا خلاص عرفت الحقيقة من فضلك رجعني تاني نمر علشان اعرف انتقم من النمور السودة دي يا عصايا يا سحرية رجعي نمور تاني لاصله متشكر جدا يا ساحر يا طيب دلوقتي انا هروح انتقم منهم اه سيبنا سيبنا يا نمور سيبنا حرام عليك اه دا انتو لسه ما شفتوش حاجة دا انتو لازم تتعلموا الادب عايزين نخسر احق عز صاحب ليا وكمان موتوا ابني خدوا في دماغكم سرزان نمور كويس انت جيت اسمعني وفهمني يا نمور انا بريق انا ما عملتش حاجة صدقني ما تزعلش مني يا نمور ما تزعلش مني انا ما عملتش حاجة انا عرفت الحقيقة يا ترزان تعمل نايك للفيديو وكمان اشتراك في قناة حواديث موها علشان يمسالهم بكل بطيب وكمان تفعلوا بقرص ترجمة نانسي قنقر